تلقى وليد بخشوين لعب الفريق الاول لقرة القدم بنادي الوحدة صدمة كبيرة بصدور قرار اقافه عن اللاعب لمدة 12 شهرا من قبل لجنة الانضباط والاخلاق التابعة للاتحاد السعودي لقرة القدم واوضحت لجنة الانضباط انه تكرر حرمان وليد بخشوين لعب الوحدة من المشاركة في اي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 12 شهرا تبدأ بعد مضي 30 يوما من تاريخ الاختار بالقرار وعدم التنفيذ خلال هذه الفترة واضفت ان العقوبة الصادرة بسبب امتناع اللاعب عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي الصادر لصالح وسيط اللاعبين على كعكي واوضحت اللجنة انه ستسقط العقوبة حال تنفيذ قرار المركز المشار اليه وانضم وليد بخشوين الى الوحدة قادما من الاهلي خلال سيف عام 2018 ويمتد عقده الحالي حتى 2023 وشارك صاحب الواحد وثلاثون عاما خلال مسيرته في 228 مباراة اسهم خلالها في احرازه 14 هدفا